اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصبح لديه رغبات متجددة اصبح لديه احلام متجددة اصبح لديه اهواء متعددة فابننا المراهق هو وردة تتفتح ابننا المراهق وردة تتفتح كانت وردة الطفل اخضر كده مازالت وردة خضراء الان بدأت الورود تتفتح اذا الاب والام والمجتمع والاعلام والمدرسة والشارع اذا ساعدوا هذا الابن الجميل الابن الرائع المراهق على ان يكون قيمة جميلة في الحياة سيصبح هذا الابن قيمة جميلة في الحياة لانه يستقي من الخارج في كثير من الامور يستقي الافكار يستقي الاحلام يستقي الطموحات نتيجة الدوافع التي يتعرض لها نتيجة ما يسمعه نتيجة ما يراه نتيجة ما يلمسه نتيجة ما يمشي اليه كل هذه الاشياء بتصنع شخصية هذا المراهق الذي يعني يتقلب في مرحلة خطيرة جدا جدا من عمره لا يستطيع ان يميز بشكل جيد فهو في مرحلة استكشاف شخصياته الجديدة فقد يستكشف امر فتبان له انه خطأ فانتقل الى امر اخر فتبان له انه صح فيمشي فيه بعد ان تبين ان الامر الاول الذي كان يعني يقوم باستكشافه تبين له انه خطأ في هذه المرحلة احنا اتكلمنا في اللقاء اللي فات ان المراهق قد يكون ليس لديه ثبات فعالي ما عنده الثبات في انفعالاته ممكن يعمل حاجات فيها هرج ومرج انتو عارفين حضراتكم اعزاكم الله المهر الصغير اللي بيجري في داخل الصور الشائك لما بيجري لو تركناه يجري دون انه حاسبه وانه بعيده عن السلك الشائك سيصطدم بالسلك الشائك وتم جرحه طيب هنا لما بس بنشاور له من بعيد كده يقوم يعود هكذا الطفل المراهق انا اضرب مثل سريعا بس اؤكد ان لديه رعونة وتصرع ولديه عدم اتزان في الانفعالات فاحنا لابد ان نؤمن بان دي مرحلة في حياته ما نقولش هو الوالة ماله هو الوالة حاصله ايه هو الوالة تغير ما هو لازم يتغير لازم يتغير فكريا ولازم يتغير جسمه يتغير ولازم مشاعره احسيسه تتغير ولازم احلامه وطموحاته تتغير ده شيء طبيعي جدا ان ابننا يتم تغييره واذا ما تمش تغييره يبقى تعباني يبقى لابد ان يعرض على طبيب نفسي لحيث ان ابننا ما دخلش المرحلة بتاع المراهقة وهو باحث ومتأمل ومتطلع وفي داخله الحيوية والنشاط وفي داخله الحس الابداعي والذوقي والحس التأملي الذي يجعل منه انسانا باحث عن المعارف والعلوم وباحث عن الازواق والاهواء وباحث عن المشاعر والاحسيس والعواطفي وباحث عن الحب كل دي اشياء تنازعه او تتنازع معه بين الحقي وبين يعني غير ذلك لابد ان نؤمن ان هذه الاشياء لابد لها من تهدئة ولابد لها من لا نمنعها عن الابن انما نبدأ ان احنا نعمل لها كنترول هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال اجازه الله تبارك وتعالى لينتفع به الانسان مش لكي يحرم منه الانسان فيعيش تعيس ليست هناك حياة تعيسة انما هناك افكار تعيسة عايزين نؤمن بالكلمة دي لان الكلمة دي مهمة جدا ليس هناك حياة تعيسة انما توجد افكار تعيسة هي التي تحول حياتي الى تعيسة فلابد من تغيير افكاري فلابد انا كاب عندي ابن او بنت في مرحلة المراهقة لازم اعرف ان هذه مرحلة مهمة جدا جدا في تكوين هذا الابن وتكوين هذه البنت ولابد ان اعلم ان هذه البنت العظيمة الراقية ستكون ام في يوم الايام ولابد ان اتعامل مع ابنائي عاطفيا يعني ايه الابن الابن اللي هو المراهق ده بيبقى محتاج مش محتاج ان الاب يعنفه او الام تعنفه انما بيبقى محتاج ايه كلمات فيها حنان فيها ود فيها عاطفة فيها يعني بدلا من ان اقول له انت دايما بتعمل الغلط لا انا اقول له اساعدك على ان انت في حاجة عايزنا ساعدك فيها الباب ضرب ضرب الباب بقوة مثلا ايه حبيب قلبي ما لك في حاجة مزع لك يقول لك لا والله انا اسف ان انا قفلت الباب انما لما تقول له انت ما عندكش ادب ما قفلتش الباب كويس ليه انت ما شمك حد في البيتنا انت لا كما انك انت تريد ان هذا الابن يتغير ايضا المراهق عايزك كاب تتغير وتعلم انه في مرحلة مراهقة فلابد له من سلوك غير السلوك بتاع الطفل هو خلاص ذابت شخصية الطفل في المراهق الذي خرج بشكل رائع وبشكل راق خلاص ذابت شخصية الطفل في شخصية المراهق دلوقتي ما تحاولش انك تكسره وما تحاوليش ان انت يعني يعني ما نحاولش نكسر حتى بناتنا ومش حتى ده ما نحاولش نكسرهم علشان ولادنا يخرجوا على المجتمعات اسوياء وتعوانوا على البر والتقوى نعلمهم بقى وتعوانوا على البر والتقوى ونبدأ بقى عندنا فابنائنا محتاجين انا في مرحلة المراهقة انا بتكلم مع الاباء دلوقتي ما دخلتش لسه مع الابناء في اي حاج مرحلة المراهقة مرحلة مهمة جدا جدا احنا قلنا وردة بتتفتح الاب يساعد هذه الوردة على ان هي تكون وردة جميلة وردة يسقيها بقى من ماء المعرفة يسقيها من ماء الحب يسقيها من ماء الحنان يسقيها من ماء العاطفة يسقيها من ماء العلوم المتعددة يسقيها من ماء العز والشموخ والشهامة يسقيها من ماء الانتماء والوطنية وحب الأوطان وحب جيوشنا وحب شعبنا وليهذه الأمة يعني يكون لها العز والرفعة نغرس ده في أولادنا نغرس هذه الأشياء في أولادنا علشان ما تلاقيش فجأة ولد راح يحرق مثلا مجمع العلمي ما ما فيش لا انتماء ولا ولاء ولا أي حاجة راح يحرق ذاكرة التاريخ مضلل إيه يا ابن اللي انت بتعمله ده يقولك عشان ابن مصر انت بتحرق مصر انت بتحرق تاريخ مصر فلابد ان احنا انا شفت كليبات الحقيقة يعني خطيرة جدا وفاجأ ألاقي أولاد في سن المراهقة يعلون أسطح بعض العمائر علشان يلقي بأشياء تحرق خرائط مصر تاريخ مصر أبناء مراهقين واستطاعوا ان هم يعني يسرقوا هؤلاء الأبناء ويجعلوهم يعني يطبقون ما يريدون وبعد كده ويقولك عشان ابن مصر انت لم تبني مصر انت جئت لتحرق مصر ولن يسمح لك لن يسمح لك أن تحرق مصر تحت أي مسمى تريد تغيير مصر مرحبا بتغيير مصر نحو العلم نعم لصورات العلم صورات المعرفة صورات التصنيع صورات التصدير صورات الحب صورات الوفاء صورات التواصل الاجتماعي كل هذه أشياء تبني المجتمعات أما صورات الحرق لا تبني أمة ولا تبني بل تهدم فأبنائنا وإحنا بقى ابن ربيهم في سن المراهقة ممكن حينما لا يجد حنام في البيت أو لا يجد ما يريد أن يعبر به عن نفسه في البيت يتلقف واحد من هؤلاء الذين ضلوا الطريق ويبدأ بقى يقول له خد إزازة ملتوف ويحرق فيبدأ يحس بها المراهق ده بالتعبير عن ذاته والتعبير عن نفسه لأن كل ما يتكلم في البيت يقوم أبو يقول له اسكت أمه اسكت فبدأ يحس عايز يحقق ذاته عايز يحقق قيانه عايز يحس بأنه شخصية بدأ يتطور وبدأ يصبح رجل وبدأ يكون له كلمة في الحياة فحينما يقوم البيت بقهره وحينما تقوم المدرسة أيضا بقهره وحينما يقوم الشارع بقهره فيبدأ يتمرد على كل هذه الأشياء ويدخل بقى يتلقف واحد من الذين ضلوا الطريق ويبدأ يقول له بقى يحرق في بلدك وقال لع في بلدك أنت كده بتعمل صورة ويتحكوا على أولادنا والحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يحمي هذا الوطن لأن الوطن دا دايما أنا أقول على مصر هي رأس السبحة إذا انفرطت مصر هتنفرط كل البلاد دي فمصر ربنا سبحانه وتعالى اللهم احميها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين اللهم اجعلها آمنة واجعلنا آمنين فيها يا رب العالمين هي وأوطننا جميعا في أمتنا العربية والأوطن جميعا نحن لا نحب للناس إلى الخير نحن لا نحب للناس إلا النور إلا الرعا إلا السعة إلا المعاني الجميلة هذه رسالتنا وده اللي تعلمنا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وده اللي تعلمنا من السيد المسيح وده اللي تعلمنا من سيدنا موسى فرسالات ربنا تبارك وتعالى حينما جاءت جاءت لتنشر النور على الأرض مش الظلام لم تأتي الرسالات لتنشر الحروب والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل إلا إذا جاء أحد يقاتله لما كان لا يعتدي على أحد زي حرام يدخل عليك في البيت فأنت بتدافع عن نفسك فلازم تدافع عن نفسك هكذا كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فكان يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم هم يريدون الظلام ظلام الشرك يعملوا إله عجوة ويكلوه أو ظلام وهو يريد النور نور التوحيد توحيد الله الواحد الأحد توحيد العبودية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بحنان ورقة وعذوبة واستطاع صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف أن يعفوا عن الأسرة مش يزبح الأسرة لا الأسير لا يزبح إنما الأسير يترك كان يعلم عشر من المسلمين فيتركوا صلى الله عليه وسلم لأن رسالة النبي مش قتل الرسالة الحقيقية عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ما هو نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج يدخلون في دين الله أفواج مش نحرقهم أو نضربهم أو نقطع رأبتهم لا ده هو ده النصر الحقيقي أن نساعد الناس أن يدخلوا في دين الله أفواج أن نساعد الناس أن يروا النور أن نساعد الناس أن يروا الصدق أن نساعد الناس أن يروا الأمانة أن نساعد الناس أن يروا الإخلاص أن نساعد الناس أن يروا العلم أن نساعد الناس أن يروا الحياة الراقيها فلما نيجي بقى نتعامل مع ابننا لازم نعرف أنه في فترة مراقة وهذه الفترة بتحتاج مننا ايه بتحتاج مننا معرفتها علشان ما تتصدمش مع ابنك وفي الآخر تقول ايه هو الولد ما له كده تغير لا انت لازم تتغير لطبيعة هذه المرحلة كما أنك تريد أن يتغير الابن نحوك بالأدب والحنان واستماع الكلمات لازم حضرتك كمان تتغير من دور الأب للطفل إلى دور أب للمراهق فتبدأ حضرتك تتعرف على طبيعة هذه المرحلة ادخل على النت وادخل على النت على المواقع العربية ما تدخلش على المواقع الأجنبية من الحاجات اللي أنا بقولها دايما لأصدقائنا في علم النفس الأسدزة في كليات رياض الأطفال أو في كليات تربية أو في الأسدزة المتخصصين في علم النفس أن هناك علوم في الغرب بتخص طبيعة معينة طبيعة جيولوجية طبيعة تربوية طبيعة عقائدية قد لا تتفق معايا أنا ليه طبيعة خاصة أنا كعربي ليه طبيعة خاصة وليه عقيدة مختلفة وليه أفكار فلما نيجي نأتي بالدراسات التي قاموا بطبيقها في الخارج على شعوبهم ثم نريد أن نطبق هذه النظريات علينا في الدول العربية فهنا بنظلم العربي لأن العربي له طبيعة خاصة يعني أنا مجيش واحد عايش في نيورك سيتي وله طبيعة خاصة في التفكير وطبيعة خاصة في الطموح وطبيعة خاصة في كل شيء وأأتي أطبق ذلك على مثلا واحد عايش في بالأسدى أهلية مثلا لا طبعا ابن بالأسدى له عادات وله تقاليد وله قيم وله مبادئ وله عقيدته وله كذا وبرضو ابن نيورك سيتي كذلك فما نحاولش أننا نخلط التركيب النفسية هناك طبعا تركيب ثابتة بين كل البشر إنما أنا عايز أقول هناك أبحاث في العلوم الطربوية والعلوم النفسية والعلوم السايكولوجية وفي وفي العلوم العاطفية وفي يعني تختلف كل بلد عن بلد حتى في حركة الجسد حتى في نظرة العين حتى في الرؤية في التفكير فمن حاولش أننا نأتي بالعلوم التي تم تطبقها على الغرب ونطبقها في الوطن العربي ليه أنا عندي علماء في الوطن العربي لا يضرعهم أحد ويخرجون من بلادنا يدرسون هناك ويطورون هذه المجتمعات هذه الطيور العربية المغردة التي ذهبت وطورت في الجامعات الغربية والأمريكية والأوروبية وطورت في العالم كله هذه العقول هي عقول أساسا عقول عربية فلا ننتقص العالم العربي ونترك العلم الذي عنده ودائما نأتي بالعالم الغربي لأنه يفهم أكثر يعلم أكثر يطور أكثر يرى أكثر كل هذه الأمور قد لا تحمد عقباها فالمطلوب مننا أننا لدينا آلاف من البحوث العلمية يعني مئات الألوف هذا الرقم اسمعوه بصدق في كل جامعات الوطن العربي ألاف من العلوم تطور الإنسان تطور الطفل ألاف من العلوم تطور المراهق ألاف من العلوم تطور الشاب ألاف من العلوم تطور الرجل ألاف من العلوم تطور المجتمعات فلدينا من العلماء يعني لابد أن نثق في علمائنا ولابد أن نثق في باحثينا ولابد أن نثق في متخصصينا مش لازم أننا دايما أنظر لهم بحالة من الانتقاص وإن العلم جاي من هناك بالعكس في دكتورهات اتخذت من كلياتنا من مصر والترجمت بلغات حاجات خاصة بالطفل ترجمت بلغات بلغات مختلفة مش عايز احدد اللغات ورح هناك وخد فيها دكتورهات وهي بتاعة باحث مصري واتخذ فيها دكتورهات وبعد كده بقى استاذ في الجامعة وبعدين جات تعامل مقارنة بين هذه الدكتوراه والدكتوراه المصرية هي الدكتوراه المصرية خدت بالحضراتكم انا عايز اقول ايه ان العالم العربي لا تنظرون اليه بنظرة استقلال فهو قد يتفوق على الدنيا وتقد تفوق على الدنيا فهو الذي علم الدنيا في الفترة الاخيرة انظروا الى ابن سينة في كل الطب في لندن صورة 25 متر في 25 متر عالم الطب الاول ابن سينة الجراح الاول ابن سينة وعندك بقى العلماء اللي صنعوا الخيوط والعلماء اللي عملوا الميكروسكوب والعلماء اللي خدت بالحضراتكم فاحنا عايزين انا ارجع بقى اقول فاحنا ندخل انا كاب طب انا دلوقتي ابني عنده تخبط في اشياء متعددة اذا كنت انا اب بدخل على النت ادخل على النت واكتب الموضوع الخاص بابني ومثلا انو اشوف كلية رياض الاطفال او مثلا كلية تربية الموضوع في التربية ابقى اشوف كلية تربية جامعة المنصورة قالت ايه او جامعة اسكندرية او جامعة القاهرة هتلاقي بحثة علمية بتتكلمك في حالة ابنك لانها قامت وعملت دراسة على ارض الواقع للطفل مثلا المصري او الطفل جامعات الجزائر برضو عاملة على الاولادنا في الجزائر جامعات ما شاء الله لا قوية الا بالله جامعات المغرب جامعات ليبيا الحبيب ربنا يرجع بالسلامة رب العالمين ويحميها من كل مكروه وسوء فالشعب الليبي نحن نحبه ونحن نحترمه ونحن نجله ومصر دائما تقف بجوار ليبيا يعني بحالة من الحب وحالة من الجمال يعني انا الحقيقة شفت منظر عجيب جدا في الايام اللي فاتت دي يعني مثلا ايه شفت واحد على على قناة شفت فايصل القاسم على قناة الجزيرة مستضيف واحد ليبي رجل فاضل اوي اوي قال فايصل القاسم بيقول له بيقول له ومصر لم تدافع عن نفسها تجاه المجرمين الذين زبحوا المصريين ده هي راحة تسرق صروات ليبيا ونفط ليبيا اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم اعوذوا بالله شوف كده لما يوقع الاخ في اخوه وبعدين لصالح مين انك توقع الدول في بعضها لصالح مين انك تشكك الشعوب في بعضها يعني ده صالح مين اللي صالح طبعا فئة معينة انت تريد ان تحقق لها اطمعها لانها بتدفع الثمن المثقف المخلص هو الذي يعي مثلا مصر احنا اساسا نسب بينا وبين ليبيا ده 30% من العائلات الليبية من نسبين العائلات المصرية وكذلك العائلات المصرية فاحنا اساسا شعبين زو نسب فاطمع مين في مين طول عمرنا عايشين جريان زائد ان خيرات ليبيا طول عمرها تأتي الى بلادنا الى مصر كم مئات الالوف من البيوت التي بنيت من العاملين الذين عاملوا في داخل ليبيا وكانت دخول الى ليبيا بالبطاقة فما انتش محتاج انك تنظر الى صروات لان الخيرات والصروات متبادلة بين الشعوب وبعضها فعملين بس انا عجبني بقى الليبي الشامخ الذي يعني رد عليه وقال لو هذا كلام هراء مصر طول عمرها رمز الامن والامان لليبيا مصر طول عمرها لم يكن لها اطمع فيجارة من جيرانها بل فيعني انا عايز اقول ايه انا عايز اقول ان ده بيشوفوا اولادنا بيشوفوا الثقافات دي بيشوفوها على النت وانتو عارفين النت ده ملك اجهزة يعني مشبوعة فبيتت المراهق بيتثقف فاحنا طبعا لابد ان احنا نراقب ايه نوع الثقافة اللي بيستقيع حتى لاي يعني يتم تدميره وتشكيل عقله بطريقة سلبية تدمر الاوطان وناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 حق العلم عليها هنعلي ونكلي فيها من مكتور السنين بلدي أجمل جميلة بعنسودة وكحيلة بلدي كريمة وقصيلة دوتا أبوابها بلدي الودي ودي أحضن طراب البنادي وأشيل الجو عني لدي أطل انت ماني عياني اشتركوا في القناة خل عينكم عليها خلي ديكو في ديها يا غصر تعيش ديها ساعت الجد تليها شيري برحمة في ديها بلدي الودي ودي أحضن طراب البنادي وأشيل الجو عني أصلي انت ماني عياني بلدي الله عميها حق العلم عليها هنعلي ونكلي فيها من مكتور السنين بلدي أجمل جميلة بسم الله الرحمن الرحيم بلدي بلدي يخلي عنيكم عليها بلدي يخلي عنيكم عليها معنى جميل جدا جدا وطبعا بلدنا الحمد لله رب العالمين فيها رجالة مؤمنين ملتزمين حرصين عليها حرصين ان هم لا يتركوها للإرهاب ولا يتركوها للتخلف ولا يتركوها للاستعمار ولازم ده بنزرعه في ولادنا لازم الإحساس ده نزرعه في ولادنا علشان محدش يستطيع انه يضحك عليهم او ان هم هو يعني يضللهم او ان هو يحاول يزين لهم بعض الأمور ويدلهم آيات من القرآن الكريم يعني اللي هو ايه يعني الله تبارك وتعالى بيبين لنا في القرآن الكريم يقول وتعوانوا على البر والتقوى ولا تعوانوا على الإثم والعدوان بنشوف بعض الناس باسم الدين يروحوا يتعاون على الإثم والعدوان وهو يظن انه يقوم ب يعني واحد مثلا يضحك على عيل في سن المراهقة ويدي له شنطة اقول له ارميها تحت عرضية وناس تموت ويوم القيامة الله عز وجل يقول يعني ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم احترم هذه النفس فلازم نربي ابنائنا المراهقين من البداية على احترام النفس احترام الزات الإنسانية لأن هذه خلق الله تبارك وتعالى وليس من حق انا ان اقوم بهدم خلق الله تبارك وتعالى بل انا اساهم في الحفاظ على هذه النفس ورفعة هذه النفس ورقي هذه النفس وان كان على غير ديننا فهذه رسالة السماء وهذه الرسالة التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم انه لا يظلم في هذا الدين احد بل نساعد ونساهم في رقي الانسان اينما كانوا ايا كانت وايا كانت عقيدته هذا هو النموذج الجميل للتعامل الانساني والرسالة الانسانية الراقية التي جاء بها الاسلام وجاء بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انا النهاردة محتاج من الاب والام ان احنا زيما احنا عايزين ولادنا يتغيروا في طباعهم يعني تبقى طباع هادئة وطباع متزنة ويبقى عنده سبات فعالي ويبقى حريص انه يخرج من المشكلات الاسرية او المشكلات التربوية او المشكلات العاطفية او المشكلات الجنسية او المشكلات التي تقابله اللي هي الاجتماعية وخاصة بالشوارع عشان نحن نساعده الى ذلك لابد نحن ان نتغير نتغير يعني ايه ان نطور من نفسنا علميا ان نتطور بالمعرفة ابني بيحصل له حاجة معينة اضرب مثلا على النت ادخل على جامعة المنصورة او جامعة القاهرة الموضوع الفلاني كلية تربية الموضوع الفلاني كلية الطب الموضوع الفلاني طب نفسي يخص الطفل من سن كذا بحوث عربية او زي ما انا بقول لكم بحوث عربية وركزوا على الكلمة دي جدا لا تستقي بحث اجنبي طبق على ناس مش من بيتك ولا يحملون افكارك ولا عقدتك وتيجي تطبق الكلام ده على ابنك هيتصادم معاك لان واقعك غير الواقع الذي انت استقيت منه المادة العلمية فانت لابد ان تستقي من علمائك اللي هم العلماء العرب لانهم اضرى ببيئاتهم واضرى بطبيعة ونفوس ابنائهم واضرى بطبيعة المشاكل الطربوية التي هي موجودة في مجتمعتنا هذا الامر مهم جدا جدا لان كثير من الناس يستقي معلومات هي لا تتفق معنا لا تتفق مع عقيدتنا لا تتفق مع التربية التي تربينا عليها فلابد ان نتعلم هذا الامر انا لازم اتغير علشان ابني اتغير انا اتغير الى ايه انا اتغير بقى ايه ان انا اتعلم كي اقود هذا الابن انا علشان اقود عربية لازم اتعلم قيادة السواءة قيادة السيارة عشان اقود هذا الابن لازم اتعلم قيادة هذا الابن حتى لا اتصادم معه ليه انا حينما اتصادم مع ابني في هذا الوقت سأحطمه ساقهره سا يعني ساضربه ساسيء اليه فيخرج هذا الابن مريض نفسيا يخرج انفعالاته بقى انفعالات خاطئة انفعالات جنسية خاطئة انفعالات تربوية خاطئة يضرب بقى زميله في المدرسة يتشاكل مع استاذه يتشاكل مع صحابه يمشي في الشارع برضه يعمل ازمات ده نتيجة القهر اللي هو لان الاب لم يدرس طبيعة المرحلة الخاصة بالابن او البنت وبدأ يتعامل معهم باسلوب قد يخطئ فيه من رباه يعني مثلا دايما يقولك انا بضرب ابني زي ما بقى رباني بالضبط يا اخي ابوك ما تعلمش وضربك وقهرك ما تحاولش انك تكرر نفس التجربة المؤلمة مع ابنك بل انت حاول بقى انك تربي ابنك بتجربة جميلة لان زي ما بقى ضربك بالضبط مدى في عقلك الباطن متخزن ان انت اتأذيت من تربية من تربية قد يكون فيها بعض الاقطاء يعني خدت بالكم لان ما فيش اب عايز يربي ابنه على الخطأ ابدا ولكن بعض الاباء توارسوا اساليب من التربية وقد تكون خاطئة يعني هناك اساليب توارسناها من التربية التربية حسنة جدا جدا وهناك بعض الاساليب في التربية بيكون فيها بعض الخطأ فيخرج ابنائنا لان مش احنا بس اللي بنربي ابنائنا دلوقتي بيربي معاك بقى بيربي معاك الشارع وبييربي معاك التلفزيون وبييربي معاك السينما بيربي معاك كل حاجة بتربي معاك دلوقتي مش انت اللي بتربي لوحدك انت دورك ايه بقى دورك ان احنا ما بنحجرش على الابن انما مثلا ما بنيجي نتكلم معه في الكمبيوتر نقول له الكمبيوتر ده قم بلا موقوتها قم بلا موقوتها ايوه طب يا بابا طبعا عنده بقى ده يحس رجله عايز يحس بقى ان ايه وبدأ يتفاعل جنسيا وكده جميل او انك تعرفوا ان الناس اللي هي ماشية بلا قوانين وبلا ان هذا حرام وهذا حلال مثلا المستشفيات في كندا المستشفيات في كندا بيجيبوا البنات في تلت اعدادي عشان تولد ويرموا ويرموا الجنين في اكياس صمرة وبعد كده اقول لك حقوق الانسان واخدين بالكم ويرموا الجنين في اكياس صمرة يعني من قتل هذا الجنين سيسأل يوم القيام يعني احيوا الشهوات وقتلوا الانسان فاحنا ما عندناش الهمجية دي ان شاء الله احنا في الحلقة القادمة هنتكلم برضو عن مفاهيم مهمة جدا جدا للاباء في تربية الابناء المراهقين وان شاء الله نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته